معاناة كبيرة يواجهها المواطنون وطلبة جامعة الطفيلة التقنية جراء ترد البنية التحتية وغياب العديد من الخدمات الأساسية في محيط الجامعة التفاصيل في التقرير التالي يشكو المواطنون وطلبة جامعة الطفيلة التقنية من ترد البنية التحتية وبشكل أساسي من غياب الأرصفة في محيط الجامعة وتراكم مخلفات البناء المؤدي إلى عرقلة حركة المشات والسير ما يشكل خطورة كبيرة على حياتهم بالإضافة إلى تشويهها للمظهر العام للجامعة جامعة الطفيلة مشكورة يعني بعمل سور حوالي الجامعة كاملة لكن المتعاهد ما كمل شغله لأن المخلفات لسه موجودة ما فيه أرص فيه حوالي السور يعني السور لأي سيارة تدقره بتحرك خارج الجامعة يعني نوعا ما مع المباني الجديدة وهالمنظر صار غير حضاري جدا يعني ولازم اعتناء أكثر في الشوارع عمام الجامعة لا فيه مطبات أنه تخفف الطلاب لا فيه ممر مشاء للطلاب الأرص فيه مش موجودة عندنا المناظر مش حضارية أبدا في الجامعة مثلا وخارج الجامعة لازم يضعوننا شوية مطبات على باب الجامعة لأجل الطلاب يعني والحفاظ على سلامتهم أنا معاي سيارة بروح بصفها بعيدة قديش لأنه كلها حفر المواطنون طالبوا من الجهات المعنية بالعمال على صيانة وإعادة تأهيل الطرق الرئيسية المحيطة بالجامعة والعمل على توفير أبرز عناصر السلامة المرورية من خلال إيجاد مطبات تجبر السائقين على تخفيف السرعة بالإضافة إلى ممرات المشاء وأماكن اصطفاف للسيارات ما يضمن لهم سيرا آمنا على الطرقات هي مطالب أساسية بانتظار من يلتفت إليها وتحتاج إلى تكاتف جهود جهات المعنية للعمل على تحقيقها